دكتور برحب بحضرتك مرة تانية وخلينا نبدأ مباشرة في أهم مواد القانون كلمني عن أهمية صدور هذا القانون يا دكتور وفي البداية إيه هو مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازمة أهم نصوصه برأيك؟ هو طبعا إحنا عايزين نقول أنه هو آخر قانون تعمل في مجال نقل الدم هو قانون 178 لسنة 1960 يعني ده معناها اللي إحنا من سنة 1960 بنشتغل بقانون واحد بالرغم من كل التغييرات العالمية سواء كان في الظروف العالمية في مجال طب نقل الدم ومشتقاته كل دوت ماشي بقانون بقاله أكتر من 60 سنة زي ما نقول طبعا كان الموضوع محتاج أن احنا موضوعين مهمين جدا الموضوع الأولاني كان محتاج أنه هو نعمل قانون جديد القانون دوت يبقى ليه أهمية كبيرة أنه هو ينظم عمليات نقل الدم ويبقى طبعا يقدر ينظمه من حيث كل حاجة من أول عملية التبرع انتهاءا بصرفه للمريد في نفس الوقت دخل علينا مشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة واللي هو يتطلب أنه هو يكون القوانين المصرية تسمح بهذا تقدر تسهل مأمورية هذا المشروع زينا زي كل الدول العالمية اللي بتشتغل في المجال ده لازم نكون واضحين وعارفين اللي احنا دخلين في مجال تاني خالص دلوقتي وهو مجال اللي هو تصنيع مشتقات البلازمة وهو عدد الدول اللي فيه على مستوى العالم عدد أليل جدا لا يتعدى 14 أو 15 دولة يعني يه تصنيع مشتقات البلازمة يا دكتور وهل احنا عندنا القابلية اللي فعل هذا الأمر في داخل المصر طبعا احنا الحمد لله عندنا المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة وهو مشروع يهدف إلى تصنيع أدوية مشتقات البلازمة أدوية مشتقات البلازمة وهي أدوية معروفة منها الألبومين البشري اللي بيستخدم لعلاج مرضى الكبد وكمان اللي هو الفاكتور 8 وفاكتور 9 اللي بيستخدم لعلاج مرضى الهيموفيليا أو مرضى النسف المتكرر كمان بيبقى فيه الإيميونو جلوبلين اللي بيستخدم لعلاج مرضى المناعة ومرضى التهاب الأعصاب الترفية الأدوية دي كلها بيتم تصنيعها من البلازمة فبالتالي احنا عشان نقدر نوصل لمرحلة التصنيع للأدوية دي محتاجين نمر بكذا مرحلة المرحلة الأولى وهو وجود مراكز لتجميع البلازمة علشان نقدر نستخدمها في تصنيع أدوية مشتقات البلازمة المرحلة التانية إنه هو بتبقى إرسال البلازمة دي للتصنيع لدى المصانع العالمية ورجعها في هيئة في صورة أدوية اللي هي الخاصة بمشتقات البلازمة في نفس المرحلة بيبقى ماشي موازي لها وهو إنشاء مصنع محلي يقدر يعمل نفس التكنولوجيا العالمية دي أهمية المشروع ده أول حاجة هيوفر لنا عملة صعبة لأن كل الأدوية دي احنا بيتم استيرادها من الخارج دلوقتي تاني حاجة تحقيق الاكتفاء الزاتي من احتياجاتنا من الأدوية دي اللي هي بتبقى مهمة جدا والنقطة الثالثة والمهمة دخول مصر في مجال جديد وقوي جدا وهو ما جاء في التكنولوجيا الطبية وهو تصنيع أدوية مشتقات البلازمة خليني أسأل حضرتك مصر قادرة آه فعلا إحنا بدأنا خطوات فعلية يا فندق هل إحنا قادرين آه إحنا بدأت فعلا في وزارة الصحة في المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية إنشاء مراكز تجميع بلازمة والانتهاء من ست مراكز إنشائيا موجودة في المراكز التابعة لخدمات نقل الدم في العجوزة والعباسية ودار السلام والمينيا وطنطة والاسكندرية وفي طريقنا للانتهاء الإنشائي من ست مراكز أخرى هل حدد يا دكتور مشروع القانون الاشتراطات اللازمة لعمليات نقل الدم وكيف كانت تتم في القانون الحالي الفرق والفرق بينها أو بين القانونين طبعا إحنا كنا مراعيين في القانون الجديد إنه هو تنظيم كل الحاجات الخاصة بعملية نقل الدم ابتداءا من عملية التبرع وانتهاءا بنقلها نقل الدم للمرضى وكان من ضمن الحاجات اللي احنا كنا محتاجين جدا في مجال حساس جدا وهو نقل الدم وهو الرقابة لازم حقيقة عشان نقدر موضوع ده موضوع كريتيكال جدا موضوع استراتيجي طبعا اللي هو توفر الدم ومشتقاته فبالتالي كانت لازم نقدر نوفر في بنوك القانون الجديد الرقابة اللي تسمح لي على جميع بنوك الدم علشان نضمن إن هي تقدر تعمل بالشكل السعي وده تقدر يتوفر من خلال طبعا مجلس مرأبة عمليات الدم هو آه كان موجود في القانون القديم بس كانت الصلاحيات اللي موجودة دلوقتي المجلس مرأبة عمليات الدم هي تنظيم عملية نقل الدم ابتداءا من موضع الاشتراطات حتى الخاصة لبنوك الدم اللي هي ممكن تتعمل كمان كان مهتم جدا القانون بمنع فرصة أي تعدي للمواد القانون اللي موجودة وأي مركز ممكن يتفتح لنقل الدم من غير أي الحصول على الترخيص كانت المواد القانون دي كانت راضعة جدا علشان تمنع فرصة حدوث أي مشكلة في هذا المجال الستراتيجي نقول دلوقتي أن كل مراكز المتعلقة بعملية نقل الدم بقى عليها اشتراطات خاصة ويجب أن تأخذ موافقة أيضا خاصة من قبل هذه الهيئة بالزبط كده والهيئة هتحط كل حاجة اللي هو مش الهيئة مجلس مرأبة عمليات الدم هيحط كل حاجة خاصة ابتداء من وضع الاشتراطات لحتى وضع تنظيم بالنسبة للمراكز الموجودة بتشتغل فعلا داخل بنوك ده طبعا إحنا مديين حضرتك أنه هو هتبقى فيه فترة لتوفيق الأوضاع وهي الاشتراطات اللي هتبقى محطوطة مش حاجة تعمل تغيير كله بس حاجة تضمن الرقابة الصارمة على جميع بنوك الدم طيب عايزة أسأل حضرتك عن فكرة التبرع ببلازما الدم هل يختلف عن التبرع بالدم العادي وإزاي بتحفزوا المواطنين على هذا النوع من التبرع البلازما طبعا التبرع بالبلازما إحنا عايزين بس نقول نفرق ما بين نوعين من أنواع البلازما وهي البلازما اللي بتستخدم لأغراض العلاجية وهي اللي هي بنقدر نفصلها من كياس الدم اللي بيتم التبرع بيها نعم أما البلازما التانية اللي احنا بيقصد بها القانون وهي البلازما المفصولة من المتبرع بغرض التصنيع ودي بيتم فصلها عن طريق أجهزة خاصة بتفصل فقط البلازما من المتبرعين ما بتفصلش منه دم فبيقدر ناخد من المتبرع بلازما فقط وبيتم البلازما دي بيتم عمل عليها تحليل صارمة جدا للتأكد تماما من خلوها من الفيروسات عشان تقدر نستخدمها في تصنيع أدوية مشتقات البلازما كمان القانون كانت واضح جدا في تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهذا المشروع مع وضع في نفس الوقت الرقابة الصارمة لضمان أن المشروع ده يمشي بأفضل صورة ممكنة في جميع خطواته هل القانون نص على حاجة أو نقاط أو نصوص متعلقة بالمتبرع نفسه يا دكتور متبرع بيئة دم أو بيئة مشتقاته أو بالبلازما طبعا يفهم هو زي ما تحكي كده القانون كان فعلا واضح ومفصل فيه نقاط كثيرة بالنسبة للتبرع بالدم احنا قلنا أنه هو الشروط الخاصة باختيار متبرع بالدم ودي واضحة جدا في المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته واللي هي بيتم اعتمادها وبيتم تحدثها من فترة لأخرى كمان هو وضع أنه هو إن شاء الله هتتحط فيه اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع جميع الشروط الخاصة باختيار المتبرع للتبرع بالبلازما بغرض التصنيع أمال الحقيقة أنه من خلال المتابعة دكتور في حاجة عايزة أفهم من حضرتك قرأت أنه في جدل حول استبعاد المتبرعين ببلازما من قانون تنظيم عمليات الدم إيه النقطة دي؟ لا هو كانت الأمور كانت النقط بس اللي هي كانت بتبقى عايزة تبقى واضحة وهو كانت استفسارات على اختيار شروط اختيار المتبرع اللي هو سواء كان للدم أو البلازما وكان تم التوضيح أن الدم في المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته والبلازما هتتحط معايير وشروط خاصة وهي الشروط العالمية احنا بتبقى في معايير عالمية كلنا بنقدر نعمل عليها وبناء على المعايير والشروط العالمية اللي هتم توضيحها في اللايحة التنفيذية هيتم تحديد جميع الشروط الخاصة بالتبرع بعملية البلازما كان بس عبارة عن استضحاء استيضاح على ازاي الشروط اللازمة الخاصة بالمتبرعين